السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة غيداء المصري من درس الزهرة الأشرفية الخاصة حيثتنا اليوم مع الصفقة السابع ومادة التربية الوطنية ودرسنا يا ميس الدرس الرابع التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني تحدثنا عن التغير بشكل عام ثم التغير الاجتماعي ومشكلات التغير الاجتماعي أما الآن سنتحدث عن التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني في وطني الأردن نستذكر مع بعض يا سامع مفهوم التغير الاجتماعي تغير الاجتماعي بمثل عندي التغير والاختلافات والتحولات تترى على أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في فترة معينة في مجتمع معين أو محدد مثل طريقة الحياة العادات التقاليد الأدوار طريقة الملبس المأكل إلى آخره إذن هذا هو التغير الاجتماعي أما عندي بالنسبة للأردن منتحدث الأردن كباقي دول العالم بيمر بمراحل وأحداث وتطورات متلاحقة وسريعة فهذه الأحداث والتطورات تؤدي إلى حدوث التغير وهو أمر حتمي في معظم دول العالم فحدث التغيرات سريعة عندي جميع الجوانب في الحياة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في الأردن لو نلاحظ الشكل اللي أمامك الشكل 5-2 بيبين لي شكل المدينة من خلال الصورتين كيف إنه شكل المباني الشوارع السيارات بالمقابل بعد مرور عدة سنوات كيف صار شكل المنطقة نفسها أبراج مباني إذن في عندي اختلاف من منطقة إلى أخرى في تطور لمدينة عمان بسبب مرور السنين والتطورات والأحداث المتلاحقة الآن بدنا نحكي عن عوامل التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني طبعا في عندي عوامل لعبة دور في هذا التغير منها الهجرات السكانين المتتابعة كهل الهجرة من الريف إلى المدينة وحكينا إنه حدث في الأردن هجرات من الريف إلى الأدن المدينة بسبب توفر الخدمات وفرص العمل في المدينة ونقصها في الريف فصار في عندي حركة هجرة حتى يحسن مستواهم المعيشة كمان عندي التطور التكنولوجي السريع اللي إحنا منمر فيه من خلال ظهور شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التلفونات كلها هاي تطور اجتماعي أسهم في التغير كمان عندي التطور في التعنيم مثلا لو نطرح مثال على اللغة الإنجليزية كانت تدرس من الصفة الخامس الآن تدرس من الروضة إذن هذا التطور في التعنيم مدخال الحاسوب والإنترنت فهذا كله أدى إلى التطور في التعنيم أما الآن ننتقل للموضوع الآخر وهو مظاهر التغير في المجتمع الأردني شو اللي صاروا تغير حتى إحنا نحكي أنه في عندي تغير هاي المظاهر أول شيء التعليم والمستوى الصحي والمعيشي إذن تحسن المستوى التعليمي تحسن المستوى المعيشي والصحي في الأردن وتحسن جودته من مظاهر التغير وتطور شهدت الخدمات التعليمية والصحية تطور ملحوظ في الأردن النقطة الثانية إسهام المرأة في المجتمع ومؤسسات الدولة حيث ارتفعت مكانة وتعززت مكانة المرأة من مطلع الخمسينات وذلك بسبب ازدياد واتساع فرص التعليم لإلها استمح لها للتعليم والعمل وإصدار القوانين اللي بتعزز مكانة المرأة وبتقوي مكانتها وتغير نظرة المجتمع منه المرأة مكانها مثلاً للبيت وتربية أولادها وطاعة زوجها وأعمال المنزل إلى إنها هي أصبحت غير الدور والأساس اللي إلها إنها تربي أولادها وترعى منزل إنها أصبحت تقدر تساهم وتكون شريك مهم في التنمية والتطور للمجتمع ثالث نقطة من المظاهر عندي التحضر واللي هي نتجات بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة وازدياد عداد سكان المدينة بسبب توافر الخدمات والوظائف أدى إلى تحول إلى حدوث التحضر وتحول شكل الأسرة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة من الأسرة اللي كلهم بيعوشوا مع بعض اللي هي ممتدة الجد والجدة وأبنائهم وأحفادهم وأبنائهم متزوجين وغير متزوجين وأحفادهم إلى أسرة نواوية اللي هي بتتكون من الأب والأم والأطفال فقط كمان عندي التطور في المجال الاقتصادي صار في عندي تطور وقفزة هائلة في إنشاء المشاريع صار في عندي صناعات خاصة بعد الثورة الصناعية صار في عندي مشاريع ونمو سريع في القوة العاملة وازدياد التجارة الداخلية والخارجية ونمو الأسواق التجارية الآن يا سابعنا نتحدث عن الشباب وهم الدور الأساسي والمهم في عملية التغير الاجتماعي لأن الشباب يتميز بالطاقة الحيوية التطوير التجديد الطموح العطاء البدني والعقلي فهاي كلها مسببات إن الشباب يكونوا هم أساس التغير والتطور وهم رأس المجتمع ومال المجتمع ومصدر قوته لما يمتلكون من القدرات وتطورات وطموحات ومندقوا من أبرز أدوار الشباب في المجتمع المشاركة بعملية الانتخابات إن هي أصوات الشباب المساهمة في العملية الانتخابية مشاركة بقضايا العام مثل حقوق المرأة أو حقوق الطفل القيم بأنشطة تعاونية وتطوعية القيم بورشات تطوعية منقشات مؤتمرات بتحفز العقل وبتنتج طاقات فكرية جديدة والمحافظة على هوية الوطن والدفاع إذن هون لدينا دور الشباب يا سابع حكينا عن التغير في المجتمع الأردني من حيث العوامل والمظاهر وتحدثنا عن الشباب والتغير الاجتماعي يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر